موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة أهاب وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا مع هذه الخواتيم نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخواتمة اللهم أمين وَلَا يُمِيتَنَا إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ عَنَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نستحث في هذه الكلمات الهمم وتوافر الدواعي لكي يثير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى سيرا حثيثا إلى مراضيه سبحانه وتعالى والخواتيم كما نقول هي مواريث الثوابق الخواتيم هي مواريث الثوابق نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخواتمة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت ودي طبيعة بشرية شيء مركوز في قرارة وفي طبيعة كل بني آدم إنه مش عايز يموت مش حابب أن يموت لا يريد الموت كلنا يكره الموت وأقرها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك سكت عليه صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم علل لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر بروح وريحان ولقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءه وأما العبد الفاسق أو الفاجر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه فالإنسان المحسن عندما تحضره الملائكة الموت بيرى مقعده فإذا رأى ذلك المقعد مكانه فيستبشر فيحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه طيب العبد الفاسق أو الفاجر أو الكافر هو شايف ما يعد له من العذاب والجحيم والنار والضنك في الآخرة فيعمل إيه؟ يكره لقاء الله مش عايز يموت كاره الموت لما يرى من بعد هذا الموت هو شايف بعد كده إيه لا يحصل له فيكره لقاء الله عز وجل فيكره الله تبارك وتعالى لقاءه نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يبشرنا وإياكم عند الموت بروح وريحان ورب راض غير رضبان نسأل الله عز وجل ذلك اللهم أمين رب العالمين لذلك يقول داود الطائي قال إن عسكر الموت ينتظرونك أنت هدف منصوب لسهام المنية وإنما رأس مالك الذي يمكنك أن تشتري به سعادة الأبد هو هذا العمر إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم لا تدرون متى تهجم عليكم كن حذرا من مفاجأة الأجل فإنك غرض للآفات وهدف منصوب لسهام المنية فهن بغي عليك أن تجد في عمارة آخرتك هذا هو العمران الحقي فعلا الواحد يحاول أنه يعمر فعلا أنت عمال تحرص في الدنيا عمال تجري هنا وتجيب من هنا وتشتغل هنا وتبني وتجيب فلوس وتعام عارف وا 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 ثم ماذا ثم تترك هذا خلفك ظهرية وتحاسب عن كل شيء ولذلك لما سئل أبو حازم سلم ابن دينار سئل لماذا نكره الموت ليه إحنا بنكره الموت يعني ليه الناس مش حابب أن يموت وده زي ما قلت شيء مركوز في طبيعة كل بني آدم عشان كده النبي عسلم يقوله أيضا يشيب ابن آدم ويشيب منه شيئا حب الدنيا وطول الأمل شوف عنده تسعين سنة ومش عايز يموت يقول لك لا الموت عندي شوية برد لحقوني بالدكتور ايه ايه ليه مع أنه عنده تسعين سنة وعمر خلاص لكن ومع ذلك مش عايز يموت مش حابب أن يموت يعني فأبو حازم سلم ابن دينار لما سئل لماذا نكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب أنت دلوقتي عمال تشيد في الدنيا عمال تبني فيلا وتعمل تشطبها أحسن تشطيب وتجيب ديكورات بيت النور والكامل اللي هم بيعملوا ده كله طيب طيب والآخرة أنت فين من الآخرة لا ساعتها بقى ربنا وأن الله غفور رحي لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة ما هو أنت ملكش رصيد هناك ملكش رصيد قدمته يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي هي دي الحياة حقيقة وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان هي دي الحياة حقيقة فعلا تمام فلذا نكره الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب تخيل أنت كنت قاعد في فيلا من أفضل ما يكون وبعد كده حصلت عندك ظروف وضربات وكلام زي كده وبيت قاعد في مزبلة طيب أنت هتقدر تقعد هكذا عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة ونفسه تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب في سنن النساء حديث شداد بن الهاد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا محمد أرأيت إذ اتبعتك ماذا لي أو ماذا علي ماذا علي هعمل إي يعني تمام وكان أمئذ كافر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له وقد حثه على الجهاد الرجل خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد يا دوبك أسلم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام معركة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غانم بعض الغنائم أو شيئا من الغنائم فضرب أو قسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمه في هذه الغنيمة فجاء هذا الرجل فقال يا رسول الله ليس على هذا اتبعتك أنا مش ما اتبعتك شيء علشان أخذ غنائم وشيء وعرض وحظ من حظوظ الدنيا لا أنا مش عايز كده خالص إذ لو أنا عايز الدنيا ما كنت عرفت أجبها إزاي ما على هذا اتبعتك وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه قال إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك فعلا خاض النبي عليه الصلاة والسلام غزاة أخرى ومعركة جديدة فخرج هذا الرجل أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهت المعركة جاء الصحابة وظفروا بهذا الرجل وجدوه قد مات فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم يا رسال الله هو هو وكان جاءه سهم غائر حيث أشار السهم جال في المكان اللي هو قال للنبي إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة هو أنا عايز كده فجاءه السهم حيث أشار السهم جال في المكان اللي هو شور عليه أو أشار إليه فقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم يا رسال الله هو هو فقال عليه الصلاة والسلام لقد صدق الله فصدقه الله لقد صدق الله فصدقه الله ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله عز وجل السلامة والعافية إنما الأعمال بالخواتيم أن الله عز وجل يكرمك ويختم لك بخاتمة الحسنة هو ده أفضل شيء وهذا هو أجل شيء أجل شيء لكن ممكن العبد يكون في الظاهر في الظاهر يعني بيحاول أن يكون إنسان يعمل الحاجات كويسة عشان الناس فقط لكن على التحقيق هذا إذا خلأ بمحارم الله عز وجل انتهكها بالأسف الشديد فهذا العبد لم يكن يفعل هذا لله لا إطلاقا كان يفعل هذا لحظ ولعرض فقط لكن في الآخرة يلقى الله عز وجل صفر لديه معروش حيك لماذا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فهكذا عاش هؤلاء الأشاوس الأكارب الأكابر رضي الله عنهم عاشوا وأفنوا حياتهم وأعمارهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يبا فيما يبدو للناس يبا هو بيحسن العبادة أو العمل بتاعه لكي يطرب بفناء الناس عليه هو بمش بيعمل حاجات دين ربنا ولا مثلا أن يتقي عذاب الله عز وجل جل وعلا لا هو عايز بس عشان يطرب بفناء الناس فهو بيحسن صلاته عشان الناس تقول عليه خاشة بيقرأ قرآن عشان الناس تقول عليه دتاري بيتصدق عشان الناس تقول عليه جواد واضح إزاي؟ لكن لا يفعل هذا لله عز وجل إطلاق واضح؟ فهذا العبد فيه ظاهري أنه بيعمل حاجات دين لكن فيما يبدو للناس واضح إزاي؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا منكم الإخلاص في جميع أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا فهذه هي الخواتيم التي نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسن أجمعين اللهم أمين رب العالمين وانظر إلى هذه الخواتيم وانظر أي الرجلين أنت أحزين يا أخواننا نحاول بخدم مستطاع نحن ربنا يكرمنا نحاول بقى نبدأ مع ربنا صفحة جديدة نحن في أيام طيبة أيام مباركة نسأل الله عز وجل أن يجعانا فيه إياكم فيها من العتقاء نحاول بخدم مستطاع نحن نفتح صفحة جديدة مع ربنا نتوب عما مضى من الذنوب الأثام ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسن وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى